أما الرسالة الثانية وهي من مرسل واحد الرسالة الأولى كانت من مجموعة ورسالة الثانية أيضاً من النجة ومن شخصية معروفة في الأوساط التي يتعامل معها هو يعمل في أجواء المراجع لا أقول أكثر من هذا ولن أقرأ الرسالة لأنني إذا قرأت الرسالة يمكن تشخيص المرسل وهذا سيجر عليه الويلات الرسالة وصلتني في الثاني من شهر محرم من سنة 1445 للهجرة أذهب إلى السؤال السؤال هكذا يقول يتحدث عن نفسه من أنه يعمل في أجواء المراجع لا أقول أكثر من هذا هو حدد المكان وعمله يقتضي أن يسافر إلى العاصمة مثلاً من النجف إلى بغداد أو من النجف إلى البصرة أو إلى أي مكان آخر سؤاله هل هذا السفر سفر معصية باعتبار أنني تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة وقلت من أن السفر الذي يكون في خدمة المذهب الطوسي هو سفر معصية وسفر المعصية تترتب عليه أحكام فهذا أسائل يسأل كي يتأكد من هذا الأمر أقول له قطعان وقطعان 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 وإلى الموت وقطعان إنه سفر معصية وتترتب عليه أحكام سفر المعصية الصلاة تكون تماما والصيام يكون تماما أيضا فإذا كان في وقت الصيام الواجب يجب عليه أن يصوم إذا كان سفر في شهر رمضان يجب عليه أن يصوم لأنه يسافر سفر معصية مراجع النجف وكربلاء هؤلاء كل حياتهم وكل شؤونهم في تدمير دين العترة الطاهرة وكل عمل لصالح مرجعياتهم وهذا العمل يتحقق في السفر فإن سفر سيكون سفر معصية قطعان 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 هذا هو الذي أعرفه آيات الكتاب أحاديث العترة هي التي تخبر عن هذه الحقيقة هذا ما هو بكلام جزافي وقد مر الحديث بهذا الخصوص في حلقات متقدمة ولا أريد أن أستدعي التفاصيل السابقة لكن السائل يسأل كي يتأكد من الجواب وأنا أؤكد له الجواب من أن سفرك لأجل برامج المرجعية الكذائية لا أتحدث عن مرجعية بعينها الكلام ينطبق على كل المرجعيات كل عمل لنشر سلطة تلك المرجعية لنشر الرسالة العملية لتلك المرجعية لنشر الكتب والأفكار والعقائد والتوجهات كل هذا معصيته لأن كل هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هؤلاء يمثلون مذهبا مخالفا لدين العترة هؤلاء طوسيون والمذهب والمذهب الطوسي شافعي معتزلي مرجعي بتري أنا أقول لك يا أيها المرسل لو كان سفرك يؤدي يؤدي إلى نشر مذهب أبي حنيفة أو إلى نشر المذهب الوهابي أليس هذا من سفر المعصية مذهب مذهب مراجع النجف وكربل أسوأ تريليون مرة من المذهب الوهابي وأسوأ تريليون مرة من مذهب أبي حنيفة إمامنا الصادق هو الذي يقول من أن هؤلاء المراجع أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه الرواية صحيحة ومتينة ودقيقة وتخبرنا عن الواقع الذي نعيشه وتنطبق على مراجع النجف من السيستاني إلى أصغر مرجع في النجف تنطبق عليهم تمام الانطباق تنطبق عليهم انطباقا حقيقيا بالتمام والكمال فماذا أنت فاعل أنت تعرف الواقع على الأرض فعد إلى الرواية وقرأها وطبقها على الواقع الذي أنت تعيشه أليس الرواية تنطبق انطباقا بتمام المعنى بكل ألفاظها وحروفها على السيستاني وسائر المراجع الآخرين في النجف وكربلا إذن لماذا تقفز عليها لماذا تقفز أنت وغيرك على هذه الرواية هذه رواية صريحة واضحة على الأقل بالنسبة لي أعتقد من أنها قطعية الصدور أقطع من أنها قد وردتنا من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولا أحبأ بالذين لا يتفقون معي ما علاقة بالآخرين هذه عقيدتي ولا أريد أن أفرض عليك ما أعتقده لكنك سألتني وأنا أجيب هذا هو الجزء الثامن من وسائل الشيعة للحر العاملي الحر العاملي توفي سنة ألف مية وأربعة هجري قمري وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة صفحة أربعمية وستة وسبعين رقم الحديث الحديث الأول من الباب الثامن نقله عن الكافي للكلين بسند صاحب الوسائل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق إذا كان مسافرا لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق إذا كان مسافرا ولم يكن سفره سفر معصيا وإنما كان سفره سفر طاعة أو كان سفره سفرا مباحا هناك سفر الطاعة وهناك السفر المباح وهناك السفر المعصية السفر الطاعة كالذي يسافر لزيارة الحسين هذا سفر الطاعة لا كما يقول مراجع النجف من أن طلاب الحوزة إذا ذهبوا إلى زيارة الحسين في كربلاء أيام الدراسة الحوزوية الشافعية المعتزلية فإن سفرهم يكون سفر معصية السفر إلى زيارة الحسين في أي وقت سفر طاعة الذي يسافر للتجارة مثلا هذا سفر مباح والذي يسافر في خدمة الظالمين أو في نشر الضلال هذا سفر معصية ومن هنا فإن سفرك يا أيها السائل يا صاحب الرسالة لأجل تقوية شأن المرجعية هذا سفر معصية لأنك تسعى في تقوية شأن الضالين المضلين إنك تسعى لنشر الضلال هؤلاء هؤلاء ضالون مضلون محاربون لدين العترة الطاهرة كتبهم دالة على ذلك فتاواهم مواقفهم لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق الحديث الثالث من الباب نفسه بسنده بسند الحر العاملي عن عمار بن مروان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال عمار بن مروان يقول سمعته يقول سمع الصادق يقول من سافر قصر وأفطر لكن الإمام يتحدث عن الذي يسافر سفر طاعة وعن الذي يسافر سفرا مباحا من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد إلى صيد لأجل الله وإلا فإن الذي يسافر للصيد لأجل أن يجلب الطعام لعائلته ولنفسه فهذا سفر مباح أو أن مهنته الصيد فهو يشتغل بهذه المهنة لكن الذي يخرج للصيد لله كما يفعل الحكام الأمراء والسلاطين السفر هنا سفر معصية إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو أنه يسافر لأجل معصية من معاص الله أو رسولا لمن يعص الله هذا هو الذي أنت تقوم به فالمراجع في النجف يعصون إمام زمانه يكذبون عليه ويدعون أنهم نوابه ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان يعصون إمام زمانهم ويرسلونك كي تدعو لهؤلاء اللصوص أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين هذه أمثلة من مصادق سفر المعصية من جملة هذه المصادق أو رسولا لمن يعص الله وأعتقد أن أقبح المعاصي أن ننكر بيعة الغدير عمليا وعلميا وأن نطبق بديلا عنها المنهج العمري وبعد ذلك يرسلونك كي تبلغ لهذا المنهج الضال هل هناك من معصية تكون أكبر من هذه المعصية فسفرك هذا سفر معصية قد تسأل عن الخطباء الذين ينتشرون في الحسينيات إن كانوا خرجوا لأجل الدفاع عن المرجعية فإن سفرهم سفر معصية أما إن كانوا خرجوا لأجل الحسين فقط فإن سفرهم سيكون سفر طاعة بشرط أن يكون حديثهم حسينية لا أن يكون هراء كهراء الوائل مثلا كهذا الهراء الذي يريد السيستان أن يكون منتشرا في الأجواء الشيعية إمامنا الصادق هكذا يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية له أو رسول لمن يعص له هذه الفقرة تنطبق عليك انطباقا كاملا إنه سفر معصية هناك قاعدة بيّنها لنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تشخيص سفر المعصية وتشخيص سفر الطاعة صفحة 478 من الباب نفسه الحديث السادس بسنده بسند الحر العاملي عن أبي سعيد الخراساني قال دخل رجلاني على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه بخراسان فسألاه عن التقصير عن التقصير في الصلاة والصيام فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير أن تقصر في صلاتك وصيامك إذا كنت في شهر رمضان وجب عليك التقصير لماذا لأنك قصدتني فأنت في سفر طاعة وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان قصدت الخليفة الخليفة العباسي هذه القاعدة واضحة ما كان من عمل من شأن من سفر يرتبط بإمام زماننا بدين العترة الطاهرة فهذا سفر طاعة وما كان يرتبط بغير ذلك فهو سفر معصيه شؤون مرجعيات النجف وكربلاء شؤون ترتبط بإمام زماننا أو أنها تتعارض مع إمام زماننا أنا أسألك أنت لا شأن لي بأتباعهم فأنت تعرف الحقيقة لأنك جزء من هذا الواقع وأنت قريب من هؤلاء المراجع الذين لا يملكون أدنى مستوى من مستويات الدين أتحدث عن دين العترة الطاهرة لا أتحدث عن دين الطوسي عن دين الشافعي لا أتحدث عن هذا الدين أتحدث عن دين العترة الطاهرة فهؤلاء لا يملكون أدنى مستوى من مستويات هذا الدين وأنت جد عليم بهذا فكيف لا يكون سفرك سفر معصية إنك تسافر سفر معصية يجب عليك أن تتم صلاتك ويجب عليك أن تصوم إذا كنت في شهر رمضان لكن مسألة لا بد أن أشير إليها من أنك في سفر المعصية هذا إذا كنت في حال تقية فعلا وصليت صلاتك قصرا تقية فلا يجب عليك أن تعيد صلاتك هذه إذا بقي لها وقت ولا يجب عليك أن تقضي صلاتك إذا منتهى وقتها لأن تكليفك حينئذ سيكون التقية هذا إذا كنت فعلا في حالة يجب عليك أن تتقي أما إذا استعملت التقية للمجاملة أو لدفع بعض الضرر الهيين فإنه يجب عليك أن تعيد صلاتك ما دام وقتها قائما أو أن تقوم بقضائها بعد انتهاء وقتها إذا لم تكن قادرا على اتيانها في وقتها بنحو التمام فإذا كان حكمك فعلا فعلا التقية فحينما تقصر في صلاتك تقية في سفر المعصية يكون هذا حكما صحيحا ثابتا بالنسبة لك ولكنك إذا ما صليت قصرا من باب المجاملة أو لأنك كنت مستعجلا في أداء صلاتك وكانوا ينظرون إليك فإن صلاة هذه لا تحسب لك لابد أن تعيدها إذا كان وقت الصلاة قائما أو أن تقضيها إذا خرج وقت الصلاة وما كنت قادرا على إعادتها وإلا فإن سفرك قطعان سفر معصية الميزان هو هذا ما كان مرتبطا بالعترة الطاهرة إنه سفر الطاعة وما كان مرتبطا بغيرها مثل ما هو حال دين المراجع الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا وفي جميع الاتجاهات فإن سفر سيكون سفر معصية وجب عليك التقصير لأنك قصدتني الإمام الرضا يقول وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان نذهب إلى فاصل أعتقد أعتقد أنك أخاطب السائل صاحب الرسالة الثاني سمعت هذا الحديث مني مرارا وكرارا إنني أقرأ الحديث من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة إنه الحديث الرابع عشر بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب بسنده بسند الصدوق عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال أنت في خدمة هؤلاء لا أتحدث عن شخص بعينه إن الجميع هكذا لأن المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة في المنهج المشكلة في دينهم المشكلة في عقيدتهم هذا الكلام لا يريد الآخرون أن يقبلوه الدجال فقلت فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف صار الذين يحبونكم أشد فتنة من الدجال قطعا فإن الإمام يتحدث عن المراجع هنا وإلا فإن النجارين مثلا وإن الحدادين وإن العاملين في الإطفاء مثلا أو الذين يشتغلون في الزراعة أو في الصناعة ما قيمة فتنتهم وما قيمة أثر تلك الفتنة على دين الناس الفتنة كل الفتنة هي عند أصحاب العمائم لأن الحديث عن الدين هنا إن ممن يتخذ مودتنا هذا حديث عن العقيدة عن الدين إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فتنة الدجال هل هي في الطعام وشراب أم هي في اللباس والنوم فتنة الدجال في الدين فقلت له يابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا هذا هو الدين قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق سأحكي لك حكاية أنت لا تعرفها هي من الأجواء التي في مدينتك في النجال هناك ثلاثة باسم واحد كل واحد منهم اسمه محمد ذول ثلاثة اسمهم محمد الشبير بالنجف أول اسم محمد صدقني هذه الحكاية صحيحة مئة بالمئة قبل الكريسمس شهر 12 سنة 2022 نحن الآن في نهاية الشهر السابع من سنة 2023 أنا أتحدث عن نهاية سنة 2022 قبل الكريسمس بأيام محمد اللي في النجف أرسل اثنين إلى لندن واحد عراقي اسمه محمد وواحد سعودي هم اسمه محمد اتفاق طريف المرسل اسمه محمد والذين أرسلوا أيضا الشخصان كل واحد منهما اسمه محمد العراق محمد والسعود محمد عند التفاصيل لا أريد أن أتحدث عن تفاصيلهم الشخصية متى أرسل هؤلاء بالضبط بعد أن فضحت الطوسي وفضحت حوزة النجف وكربلاء من أنهم ليسوا على دين العترة وإنما هم على مذهب أسسه الطوسي هو المذهب الطوسي وهذه أقوى ضربة وجهت لحوزة النجف عبر تأريخها أقوى ضربة وجهت لحوزة النجف عبر تأريخها منذ أن تأسست سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا أقوى ضربة وجهت لحوزة النجف أن فضحت حقيقتها وبالأدلة والوثائق بغض النظر هل أن الناس صدقوا أم لم يصدقوا لكنها حقيقة أثبتت بالأدلة والشواهد والحقائق والوثائق من أن طوسي لم يكن على دين العترة ومن أن مراجع النجف وكربلاء ما هم على دين العترة إنهم على المذهب الطوسي وهو مذهب شافعي معتزلي مرجئي بتري أربعون حلقة من برنامج ما بين واقعين أثبت فيه هذا الأمر فضجوا في أوساطهم الخاصة محمد اللي بن نجف دز ذول لثنيا العراقي والسعودي محمد ومحمد جاءوا بمهمة يحملون معهم مادة سمية هذه المادة يراد منها أن أسمم بها إنها لا تقتل إنها ليست قاتلة هذه المادة السمية ليست قاتلة إنما وصدقني أنت يا صاحب الرسالة إنني أتحدث عن معلومات دقيقة وعندي الكثير من التفاصيل وأعرف ماذا جرى ويجري في الكواليس لكنني أكشف ما أجد مناسبا أن أكشفه وبقي مدة طويلة هنا هنا في أماكنهم معروفة أماكنهم هنا حاولوا اختراق عائلتي عن طريق النساء وحاولوا اختراق مؤسسة القمر حاولوا اختراق كادري قناة القمر حاولوا عدة محاولات ولكنهم فشلوا وحينما طال بهم الوقت محمد اللي بالنجف غضب عليهم وأرجعهم وهذان الشخصان موجودان في النجف ولو ذكرت لك أسماءهم فإنك تعرفهم ما أنت ببعيد عن هذه الأجواء هي هي الأجواء التي أنت تتحرك فيها قد تتحرك في أجواء مرجعية أخرى ولكنك مطلع على تفاصيل ما يجري في سائر مرجعيات السفاهة والسفالة في النجف ما هو الهدف حتى يقولون أطوس شور به قطعاً أتباعهم الحمير سيصدقون لكن خوفي أنكم ستصدقون ربما نجحوا في محاولة ثانية لا أدري فإذا ما حدث هذا لي وأصبحت عاجزاً عن الكلام فلس تقولون أنهم شوروا بيه أنا أقولكم الكحاب تشور وذولا ما يشورون الكحاب ممكن تشور تشور أنها تترك إشارة في شخص يعاقب بسبب عمل سيء قام به هذا تعبير شعبي عراقي يقولون إمام الما يشور ما حد يزور يشور يترك إشارة هذه الإشارة تشير إلى أن ذلك الشخص قد قام بفعل سيء وهذه عقوبة له فيردون يقولون أطوسي شور بيه السيستاني شور بيه بهذه الطريقة الخبيثة أنا أسألك هؤلاء الذين سافروا بهذا العمل كان سفرهم سفر طاعة أم كان سفرهم سفر معصي صحيح أنهم يريدون القيام بجريمته لكنك تقوم بالأمر نفسه مثلما يقومون هؤلاء بخدمة مرجعهم فأنت كذلك تقوم بخدمة مرجعك بالنحو الذي يحتاجه منك مرجع هذين الشخصين العراقي والسعودي كان محتاجا منهما أن يقوم بهذا الأمر سفرهم سفروا معصية وسفرك أنت أيضا سفروا معصية هذا الحديث ينطبق على واقعهم جميعا تربة الحسين التي تلونت بلون الدم في متحف العتبة الحسينية الحكاية التي تعرفونها وتحدثت عنها كرارا ومرارا في برامج السستاني أمر بإخفائها بطمرها عن الشيعة وطمرت حفظوها في خزائن متحف العتبة لما جاء سلطان البهرة قبل أشهر إلى العراق وزار كربلاء طلب منهم أن يعطوه تلك التربة وفعلا أعطوه تلك التربة أعطوه شطرا منها قدموا تلك التربة حديثتان لسلطان البهرة هؤلاء أعداء العترة هذا الأمر لم يفعله موظف صغير هذا الأمر جاء من النجف وصدر من خلال عبد المهد الكربلاء وموظفان كبيران في العتبة الحسينية قدم تلك التربة إلى سلطان البهرة هذه حكاية حقيقية وعند التفاصيل وأعرف الأسماء لكنني لست بصدد الحديث عن فلان وفلان إنما أريد أن أبين لكم الواقع الذي تعيشون فيه سلطان البهرة الذي هو من أعداء العترة هؤلاء أعداء العترة يُعطى تربة ما هي بملك للسستاني ولا هي بملك لعبد المهد الكربلاء هذه ملك الحجة ابن الحسن والدليل أن الإمامة نفذ معجزة فيها معاجز الغيب لا تتحقق إلا بإذن من الإمام الحج فهذه التربة ملكه وهو أرادها لشيعته السستاني طمرها وبعد ذلك تقدم هدية لعدو من أعداء العترة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وحينما يتحدث ناصر من ناصري العترة من أمثال يخطط له ما يخطط فقلت له يا ابن رسول الله بماذا بماذا صار حال الذين ينتحلون مودتكم أن تكون فتنتهم أشد من فتنة الدجال قال قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هذا مثال بسيط وبإمكاني أن أورد الأمثلة الكثيرة والكثيرة من هذا الواقع السيء إنه واقع المذهب الطوسي القذر الذي يتمثل بمراجع القذارة والقمامة في النجف وكربلاء إنها حوزة القذارة والقمامة حوزة النجف اللعينة نذهب إلى فاصل هل تتفق معي أن هؤلاء عباسيون أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء هؤلاء عباسيون أقرأ عليك هذه الرواية من الجزء السابع عشر من وسائل الشيعة للحر العاملي وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الثمانين بعد المئة الحديث التاسع بسنده بسند الحر العاملي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من سود اسمه سود اسمه أي كتب اسمه في أي مستوى من المستويات ليس بالضرورة أن يكون رئيسا للوزراء ليس بالضرورة أن يكون الوكيل الأول اسم كتب إنها أدنى مشاركة من المشاركات من سود اسمه في ديواني ولد سابع سابع أقلبها عباس أقلب كلمة سابع عباس لا يوجد هناك سابع مثل ما جاء في الروايات في قلب اسمي عمر رمع فعلها رمع قام بها رمع رمع يعني عمر من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرة بالضبط مثلما يفعل الكثير من طلاب الحوزة حينما يريدون أن يتحدثوا بسوء عن السستاني فإنهم يأتون باسم صدام يأتون باسم صدام أو باسم غلاس وهذا عنوان لمسلسل بدوي كان يبث في الدول العربية في العراق وغير العراق وكان العراقيون يعبرون عن صدام بغلاس فهناك في النجف من طلاب الحوزة حينما يتحدثون عن السستاني لا يستطيعون أن يذكر اسمه أو اسم ولده محمد رضا فإما أن يتحدثوا عن صدام وإما أن يتحدثوا عن إغلاس وهم يعرفون فيما بينهم أن الحديث عن السستاني الحكاية الحكاية من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرة الحديث الذي قبل هذا الحديث الإمام يتحدث عن ولد سابع عن بني العباس إمامنا الصادق يقول لا تعنهم لا تعنهم على بناء مسجد حتى على بناء مسجد لا تعنهم لا تعنهم على بناء مسجد هذا هو الحديث الثامن من الباب نفسه في الصفحة الثمانين بعد المئة من الجزء السابع عشر من وسائل الشيعة من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدس الإمام الصادق يقول لا تعنهم لا تعن العباسيين على بناء مسجد من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرة هذه الأحاديث تنطبق تمام الانطباق على الواقع الذي نعيشه وعلى الواقع الذي تعيشه أنت بشكل مباشر رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي صفحة 493 رقم الحديث 946 بسنده بسند الكشي عن يونس ابن عبد الرحمن قال مات أبو الحسن إمامنا الكاظم قتله مسموما قتله العباسيون مات أبو الحسن وليس من قوامه من قوامه يعني من وكلائه من الشيعة وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير لأن الإمام كان في السجن والإمام الرضا لا يتصدى الأمور الأمنية معقدة جدا ونظام الإمامة له قوانينه وخصائصه للمحافظة على الإمام القادم مات أبو الحسن إمامنا الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم أن أسسوا الدين الواقف أسسوا دين الواقف وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته وقالوا من أنه غاب حتى تبقى الأموال عندهم وينكروا إمامة الإمام الرضا لأن الإمام الرضا إذا ما تحققت إمامته بعد استشهاد أبيه فإنه سيطالبهم بالأموال وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته وكان عنده زياد القندي على سبيل المثال هذا من أئمة الواقفة وكان عنده زياد القندي سبعون ألف دينار هذا الذي يعلم به يونس القضية ليست معلومة بالتمام والكمال وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي ابن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك يونس يقول قال فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وتبين علي الحق يونس يبدو أنه قد مر في مرحلة شك في إمامه الرضا هذه المشكلة وقعت في أصحاب العمائم وماتوا على هذا الضلال إذا كان هناك من مجموعة يقال لهم مراجع يقال لهم حوزة في ذلك الزمان فإن جميعهم قد دانوا بدين الواقفة وأنكروا إمامة الإمام الرضا وماتوا على هذا عوام الشعة في البداية تبعوهم ولكن بعد ذلك تراجعوا لأن عوام الشعة ليس لهم من مصحة لا في الأموال الدينية ولا في المناصب الدينية أصحاب العمائم هم الذين يبحثون عن هذين الأمرين والحال هو في زماننا يونس يقول فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه بدأت أبين الحقيقة وأكشف زيف هؤلاء المراجع قال يونس فبعث إليه من زياد القندي والبطائني فبعث إليه وقال ما تدعو إلى هذا اترك هذا الأمر إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمن لي عشرة آلاف دينار وقال لي كف قال يونس فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وهذا هو الذي أقوم به موقفي هنا كموقفي يونس ابن عبد الرحمن وكل منا له ظروفه وشؤونه وخصائصه فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة طبق هذا الواقع على الذي أنت فيه تدبر في هذه النصوص وفي هذه الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعك وأتمنى على المشاهدين أن يتابعوا الإعادة هذه الحقائق أو لن تسمعوها من غير قناة القمار هذا الواقع الشيعي كان بهذه الصورة ولا زال بهذه الصورة وقت الحلقة انتهى ولكنني لا بد أن أكمل كلامي لأن الحلقة هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامج الخاتمة وبها ينتهي برنامج ملف الكتاب والعترة سؤال يطرح نفسه وماذا بعد وإلى آين وما هي النتيجة بالنسبة لي أقول لكم ليس هناك من نتيجة الحال سيبقى هوه الأمور كما هي لن تتغير من الذي سيغير الأمور لا يوجد أحد يغير الأمور وشيعة على صنفين صنف هم الديخيون أتباع المراجع هؤلاء الديخيون هؤلاء بشر حمير لا يتوقع منهم شيء إذا أردنا أن نتوقع منهم شيئا فإننا نتوقع ردود الأفعال السيئة وردود الأفعال القبيحة الذين عرفوا الحقيقة يبدو أنهم سيبقون على حالهم لن يصنعوا شيئا الأمور ستبقى كما هي إنني حدثتكم عن الحل وتكلمت كثيرا عن صناعة تيار فكري مجتمعي هذا هو الذي يمثل حلا على الأقل للذين عرفوا الحقيقة أن يشكل لهم عامل شرعية اجتماعية المرجعية القادمة إنها تحد سيوفها من الآن صدقوني أنا لا أقول كلامي جزافا المرجعية القادمة تعد برامجها من الآن في كواليسها إذا لم تبادروا ولم تعجلوا بصناعة التيار الفكري المجتمعي وفي الشارع على أرض الواقع فإن فإنكم ستندمون وهذا هو الذي سيحدث لأن شيعة عبر التأريخ ينتبهون بعد فوات الأوان دائما بعد فوات الأوان ستتذكرون وقد لا أكون موجودا بينكم من منا يعرف متى سيأتي أجله تتذكرون أن فلانا قال كذا وكذا هذه الأيام أيام محرم وصفر من أفضل الأيام التي تمثل وقتا مناسبا جدا لصناعة التيار الفكري المجتمعي ولتوسعة مساحته تواصلوا مع الشباب السني الذين يبحثون عن الحقيقة تواصلوا معه أنتم الذين تعتبرون أنفسكم النخبة في هذا المجتمع واجبكم هو هذا وظيفتكم الشرعية هي هذا ولكنكم ستندمون بعد ذلك حينما يفوت الأوان وهذا هو الذي أعرفه على الأقل أنا شخصيا أعرفه عن تأريخ الشيعة في سالف الأزمان وعن واقع الشيعة الذي عاصرته عاصرته منذ نعومة أظفاري وإلى الآن ولن أقول أكثر من هذا وقت الحلقة انتهى سأعود إليكم قريبا إن شاء الله تعالى في برنامج وعدتكم به الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة لا أحدد موعدا أنا والأحيام أنا ووضعي الصحي أنا والأسباب لكنني سأعود إليكم قريبا بهذا البرنامج هذه الحلقة سيعاد بثها يوم غد وأتمنى عليكم أن تتابعوها لأنها مهمة جدا وبعد إعادة هذه الحلقة سنعيد بث الحلقات التالية من صولة القمر من الحلقة أربعمية وخمسة وثلاثين إلى الحلقة أربعمية واثنين واربعين ومن الحلقة أربعمية وخمسة وسبعين إلى الحلقة أربعمية وسبعة وتسعين إنها الحلقات التي ناقشت فيها صحيح البخاري فهناك طلب لإعادة بثها إذن في يوم غد سنعيد بث هذه الحلقة وبعد يوم غد سنعيد بث هذه الحلقات أربعمية وخمسة وثلاثين إلى أربعمية واثنين واربعين وبعد ذلك أربعمية وخمسة وسبعين إلى أربعمية وسبعة وتسعين وسنحيطكم علما بكل جديد فإذا كان هناك من بث مباشر استثنائي سنخبركم نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى وصلى الله عليك يا أبا عبد الله زيارة الحسين على البعد أن نقول ثلاثا وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام